هوهوهووهوهه واوهوهوهوهوهوهوههوهوهوهوهوهوهوه احلى 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 خبر نرجع فيه سلسلة الاخبار ياعطيكمي الصحة والعافية معاكم أحمد وعريكي سلسلة أخبار توقع منزمي تكلمنا عنها عن الأخبار معنا في وائد أخبار بس اليوم طلع خبر من صاحبنا جون براسر وحسيت انه لازم نتكلم عنة نحنا الموضوع مبكى مضحكا بنفس الوقت بمضحك مبكى اخرى يعتمد بس جون براسر هذا الشخص نزل فيديو اليوم يتكلم عن الجوجل بيكسل فولد يا جماعة الخير وهذا الشخص عادة عند أكورسي مو طبيعي من ناحية التسريبات اللي هو يسوي لك إياها يعني هو أول واحد ليك البيكسل سيكس البيكسل واتش والبيكسل سيفن أتوقع كما عند مشكلة أنه هو ليك لكن جوجل قررت أنه هي تسرب البيكسل سيفن قبل أن يتم الإعلان عن البيكسل سيفن بشكل رسمي فالحين عندنا اليوم راح يكون من خلال موقع FPT FrontPageTech تقدر طبعا تحمل هذه الصور بشكل رسمي راح يكون عندنا صور رندر فعلي حق الجهاز والمفروض الشكل النهائي والهيئة اللي هو راح ينزل عليها الجوجل بيكسل فولد طبعا لا يحمو مؤكد الاسم مثل ما انتم شايفين الظهر ما للجهاز راح يشبه وايد الجوجل بيكسل سيفن لكن شوية مختلف وعندك انت ثلاث كاميرات تتوقع نفس الموجودة على الجوجل بيكسل سيفن برو شاشة الامامية راح تعتبر كاملة مع خرم حق الكاميرا وعندنا كاميرا الثانوية داخل موجودة مع الشاشة ومثل ما انتم شايفين حواف تعتبر نسبيا كبيرة لكن داخل الحافة راح يكونوا خاشين الكاميرا فسدد وقارب اذا هذا الشيكي راح يعجبك ولا لا بس راح يكون اول تجربة حق شركة جوجل مع تليفون بهاتف او شاشة قابلة للطي هذا معنات اشياء وايدي كثيرة انه اخيرا جوجل مثلا تبي تعطي هذا الشي حقا من ناحية الشون تقدر تستفيد منه بالنظام بعد اربع اصدارات من سامسونج والخامس على الابوابي بسنة 2023 جوجل قررت تنزلك اول اصدار شي ثاني هذا هم يعني ليكيا ان المطورين والمبرمجين الاهم يبلشون يدعموا لك الاسبكت ريشيو او الابعاد تكون موجهة حق شاشات بتليفون قابلة للطي لان هذه واحدة من اكبر المشاكل اللي تصادفها بوقت الحالي وشي الثالث معناتها راح نحصل واخيرا تليفون بكفاءة هذه الكاميرات اللي قاعد شوفونها على جوجل بيكسل 7 برو بس بحيء التليفون قابل للطي انا من الناس اللي اتمنى من كل قوية لجدام نشوف ان فئة البرو تصير هي الفولدبل نفس اللي شفناه توي وفئة العادي اللي بدون برو يصير النفس اللي موجود مثلا حق سامسونج جالكسي زي فليب او الموتر للريزر فيصير عندك تليفون ينقابل للطي بهيئات المختلفة اللي احنا نقدر نتوقعها مع امكانيات والموديلات اللي عادة شركة جوجل تعطنيها بس هذا توقع لجدام ممكن يصير ولا اقول لك انه مضحك ومبكي بنفس الوقت لانه البيكسل 7 برو اللي ما يدري ما زال لا يدعم شبكات جيل الخامس ولا voiceover LTE بشكل رسمي لما تيين تشغل التليفون بس تقدر تسوي روت حاليا انا اللي حين قاعد اجرب مع التحديثات الهوائية اذا هذا الموضوع راح يسوي برق حق جهازك ولا لا فكون انه قول ما حين قاعد يتوجهون حق تليفون بشاشة قابلة للطي والمفروض يتم الإعلان عنه في شهر خمسة الفين وثلاثة وعشرين بالتحديد راح يكون مؤتمر جوجل آيو الموجه للمطورين والمبرمجين صار فيني انه نتمنى من كل قلبي انه على الأقل على الأقل يشتغل من ناحية الروت 5G مع voiceover LTE انا وايضا احبها التليفون ما زلت استعمله ورح اتمنى استعمله مع شبكات جيل الخامس حبيته زيادة طبعا بس اتمنى انه شي رسمي غير شدي بصور راح نشوف انه فيه مننا لونين فقط حاليا لون الاسود ولون الابيض Chalk و Obsidian نفس الالوان اللي قاعد يسمونها حكس وسرات 7 احس ان هذا هو كان التليفون المفروض يتم الإعلان عنه بنفس الوقت مع البيكسل 7 والبيكسل 7 Pro ولعبة جوجل كانت ان احنا اوكي راويناكم تليفونات البيكسل 7 وال7 Pro مبتشر بس ما راويناكم هذا التليفون الا من بعد الحين مع FPT شفنا انه هو ليك الجهاز وانا اتوقع انه فعليا هذا الصج راح يكون شكله النهائي احنا من ناحية الحواف الكبيرة اللي راح تكون موجودة من داخل لطالما حطلنا فيها مستشعرات يعني اتوقع هذا شي ممكن ان انا اتقبله بس كنت اتمنى ان يكون حوافه اصغر والابعاد مالة الشاشة والتليفون ما نزلنا احنا ما نعرفها لكن من شكل التليفون بالصور اللي موجودة هني استبعد انه يكون مثلا بحجم الاوبو فايند ان اتوقع اقرب حق الالكسي زي فور بس بشاشة عريضة اكثر من برا الله اعلم واللي عرفناها من بعد ان البصمة راح تكون مدمجة مع زر التشغيل وهذه انا احس الحركة الصحيحة اللي انت ممكن تطبق فيها البصمة على تليفونات بشاشة قابلة للضيح وكون ان الحين احنا عندنا اصلا نظام تشغيل موجه حق التابلت صح الاندرويد 12L اندرويد 13L اتوقع ان هذا التليفون راح يبلك هم بعد امكانيات شلون ان النظام التشغيل يتعامل مع شاشات اللي تكون موجودة مع قابلة للضيح فاتوقع وقت جدا مناسب اذا سواه صج بجوجل اي او شاركين رايق تحت هل انت تتوقع ان هذا تليفون صج راح ينزل بهذا الوقت وبالعي هذه هل انت الحين تحمست زيادة ولا مفارقة وياك لان جوجل اصلا مقعد توجي لنا يوم بشكل رسمي انا لما اشوف ان هذه نقطة مهمة ليجي الدام حق تليفونات بشاشة قابلة للطيب بسببت الثلاث الامور اللي اعطيتكم اياها بس هم بعد بنفس الوقت اتمنى ان هذا ممكن يخلي بوش حق شركة جوجل بالذات انها مسعرتها 1799 دولار 1800 دولار امريكي اتوقع 512 ما ظنتي راح يكون اقل اه يعتبر فئة جدا عالية ومخملية اني قدر نقول من ناحية اللي راح تقدر تشتري هذا التليفون بالذات بولايات المتحدة القوة الشرائية هناك اقل من موجودة مثلا بولدان كرانية فشاركني رايك تحت انا شخصيا متحمس ابيعرف رايك متوقع بس سمحونا على طالق سور سلامتكم تعيشون احمد بعركي فمالله الكريم